استمرارا للنهج الاستطاني في الأغوار وضرب التنمية الزراعية ضمرت جرافات الاحتلالي وما تسمى الإدارة المدنية خط مياه الناقل بطول أربعة كيلو مترات في سهل بقيع الشرقية الله يعلم كدهش تغلبنا تامدنا وكدهش تعبنا توصلنا للمرحلة هاي يعني وكطعنا هاي الأرض هاي لسه مش واصلة أرض يعني مش واصلة زراع نهائيا وإحنا بدنا نزراحها بشي مكان يعني كامو خطصة كامو بشرة فيش مشكلة عنا مرد خط ثاني ما فيه اي مشكلة اجوا صادروا لي التركتر تبعي وانا اشتغل في نفس الخط صادروا لي التركتر تبع وقلوا لي منطقة ممنوعة هاي وممنوعة الزراعة فيها قلت له ليش ممنوعة الزراعة هاي أرض نبنا نزراحها خط المياه كان سيغذي مئات الدنمات الزراعية التي تقعوا إلى الشرق من خط الستين الاستطانية هذه المساحات الشاسعة لم تزرع بالزراعة المروية منذ عام سبعة وستين المنطقة هاي في حال وصلت لها المي أهم من المنطقة الغربية كزراعة كأرض يعني الجيش مستهدف رقم واحد المنطقة هاي من هون تحت خاصة يعني ممنوع واحد يزرع ممنوع واحد غير كم يحوش يروق والله بعلم شيء منهم يزرع فأهم ايشي نوصل احنا هاي المي للمنطقة هاي لانا منطقة حساسة فيش مجال يعني ما زالت سلطات الاحتلال تفرض اجراءات امنية وتمارس الانتهاكات بكافة اشكالها بحق اصحاب الاراضي الزراعية في الاغوار خاصة التي تقع بالقرب من المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال باتت اهداف هذه الانتهاكات الاسرائيلية واضحة خلق بيئة طاردة لقاطني الاغوار واحلال المستوطنين على طول الشريط الحدودي من سهل بقاع الشرقي امير شهين تلفزيون فلسطين